حياكم الله مشاهدين الكرام مشاريع خارجية تتحرك بفواعل خطيرة جدا والأحزاب السياسية في سبات عميق محاور شرقية وغربية وجنوبية وشمالية من أربع محاور والسيادة تتراجع لكن هناك نوم وصمت كصمت القبور للقوة السياسية والرئاسات الثلاث وبين ميناء الفاو الذي يراد إجهاضه وطريق الحرير والأحداث السياسية الآن التي تسارع آخرها مسلسل الاختيالات في ميسان وأيضا قرار المحكمة الاتحادية نتابع التقرير أمن واقتصاد الخليج على حساب الأمن والتنمية في العراق بناء الفاو نموذجا المشاريع تتحرك بفواعل خارجية والأخوة السياسيين في العراق في سبات عميق مشاريع وأجندات خارجية تتحرك في الساحة العراقية والمخفي سابقا أصبح في العلم قبال قوة سياسية تغرق في صراعها الداخلي تارك وراءها مشاريع تعطل التنمية وأخرى تعطل حلم العراقيين ميناء الفاو والحرير أحزابنا تتراقص لتمرير الحكومة والكتلة الأكبر ناهيكم عن سيناريو تفقير الوسطة والجنوب الأحزاب السياسية الآن والرئاسات الثلاث في واد والشعب في واد آخر أما الحديث عن عودة مسلسل الاغتيالات في ميسان وغيرها لصناعة الفتنة لا سامح الله هو الانسداد السياسي يكون أعمق والخارج يتوغل عبر حلفاء جدد وهناك من يبرر وجودهم بدل اتهام أصحاب الأجندات الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية بالعمال والتجسس الليلة في برنامج لا مانع المشاريع تتحرك بفواع الخارجية والأخوة السياسيين في زبات عميق عدنا معكم مشاهد الكرام إن شاء الله القوة السياسية تقعد من هذا النوم ومن صمت القبور وتنتفض لأبناء الوسطة والجنوب وأبناء الغربية وحتى الشمالية ونعود إلى لائحة الوطن بدل الصراع السياسي على مقاعد وحقائب الوزارة خلونا نراحب بضيوفي الكرام بهذه الحلقة المهمة جدا القاضي والعبد اللطيف والوزير السابق والمحافظ البصرة السابق شرفتنا حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا يسلمك دكتور والترحيب موصول أيضا بالصديقة أبو فراس الحمداني الباحث في شئن السياسي إذا كان يسمعني أبو فراس أرحب جنابك وأعرف في جعوبتك الكثير الليلة بس أرحب جنابك بدايته حياك الله دكتور قصري وحيا الله أستاذنا الفاضي للدكتور العبد اللطيف وأهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الأكارب الله يحفظك سيادة القاضي عندك كتابة نقاري الكويت كانت هنا لو كانت هناك كانت هناك كانت هناك على لائحة هذا الكتاب هل ضمن الاستراتيجية لهذا الكتاب وللكويت نحن كان عندنا سابقا أطلالتنا البحرية واتجاهنا إلى الحرير واتجاهنا إلى أن نكون بوابة لنقتل التجارة ضمن هذا السيناريو القديم شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لحضرتك إلى ضيفك الكريم الأخ أبو فراس الحمداني إلى كادر ومشاهدي دبليو تي بي نعم الحقيقة هذا الكتاب يحمل سلسلة تاريخية مذ تكونت العائلة مالآل صباح في الكويت لغاية الوقت الحاضر فمتى بدأت المشيخة أجهوم ومتى بدأ العراق وكما تعلم فإن العراق كان في العهد العثماني ثلاث ولايات أقوى ولاية كانت فيه هي ولاية البصرة اللي كانت مهيمة على الكويت وعلى قطر وعلى البحرين وعلى دبي وعلى الإمارات لكن الإنجليز كما تعلم لا يزالون إلى اليوم هم الذين يعطون المشورة إلى الحكومة الكويتية إلى اليوم طيب أنا اتطرقت إلى تاريخ العراق وتاريخ الكويت عملة العراق وعملة الكويت حدود العراق وحدود الكويت فوجدت أنه لغاية عام 1930 حصلت انتفاضة بعد ثورة العشرين للمطالبة بإلغاء الانتداب البريطاني نحن انتداب مرة كعراقيين حتى البريطانيين يستفيدون من هذا المطلب العراقي ويستجيبون له قالوا لهم ما يخالف نحن راح نستجيب لكم بس وينها حدودكم يقصدون طبعا بأنه بين الكويت فأول ما اقتطعوا العقير وهي مدينة تابعة إلى المملكة العربية السعودية فيها ميناء كان تابع إلى ولاية البصرة يا ربي باتفاقية العقير رجعنا حتى نرسم الحدود مع الكويت لا توجد رغبة لدى الحكام في ذلك الوقت بترسيم أي وضع مع الكويت بصراحة ما متوفر قال له هذا خط الدوريات وهاي النخرة هي حدودنا وياكم لكن المكان الحقيقي المطلع حدودنا مع الكويت الحقيقية هو المطلع وعززت الكتاب بأكثر من سبعين جواز سفر مخدوم بيه المطلع 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 شون السحب إلى صفوان ما يقارب المئة كيلو متر منذ ذلك حين كان العراق مخطط إلى أن يكون نقل لتجارة العالمية أكثر من ثمان مرات تتجاوز الكويت على الحدود العراقية أكثر من ثمان مرات تعبر يعني تأخذ خمسة كيلو أربعة كيلو ثلاثة كيلو وشايفها بالأخير بالترسيم اللي حصل على قرار فاقس فاشل ما إلى شرعية 833 لسنة 1993 ما إلى شرعية المجلس الأمن ممكن يحل نزاع أمني بين دولتين ممكن نعم اختصاصها ممكن تحاربني اقتصاديا حاربتني بالحصار حاربتني بكل شيء لكن أنا ترسل بالحدود هذا مو شغلك مو اختصاصك وإذا تراجع الفصل السابع اللي هو أقوى فصل لصلاحيات مجلس الأمن من المادة 39 إلى المادة 51 لا تجد أي جملة أو عبارة تتيح لمجلس الأمن بترسيم الحدود طيب رح أرجع لك على الاتفاقيات العراق اللي خضع لها وصار إذعان بيها أبو فراس إنه زمن الإمارات هكذا يصور العراقيين جنابك وجناب أستاذ كريم تريد تمرير الحرير والفاو بسرعة الضرق أمام التحديات الآن اللي يشهدها العراق وأمام دخول وتوغل الخليج بقوة في الساحة السياسية يعني دكتور قصي الصراع كان بالعراق بعد 2003 إلى قبل سنتين 2003 كان صراع سياسي أمني بامتياز وكانت دول الخليج جزء من هذا الصراع المحتدم بالعراق سواء من خلال إعلامهم أو من خلال تصريحاتهم أو من خلال حتى استخدام منبر الأمم المتحدة بهذا الموضوع لذلك الإمارات كانت تدعم أطراف وكانت تدعم مجاميع مسلحة وكانت تدعم إرهابيين سواء كان فيه خطابها الإعلامي وفيه حتى يعني خطابات وزارة الخارجية يعني كلنا نعرف أنه خطابات وزارة الخارجية تسمعني دكتور اي 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 تفضل بس صورتك أرجحها هاي خلال فني بسم الله رجعت الصورة اعتقد رجعت الصورة رجعت اي لا ما رجعت بس يمكن يتصلون بجنابك اي تمام نعم عزيزي نعم فعلا كان صراع عندي سياسي الآن احنا في مرحلة صراع اقتصادي المرحلة المقبلة ستجهد صراع اقتصادي واستفافات جديدة لذلك حتى الزيارات اللي يشوفها مثلا وزير خارجية الإمارات لما يروح قابل بشار الأسد لما طحنون ولما يعني وزير الخارجية لشون الخارجية بالإمارات يروح يذهب إلى إيران الزيارة محمد بن زايد لما يروح تركيا يشوف اكو استفافات قبل كان اكو تحالف سعودي الامارات تتحرك بعيدا عن السعودية في استفافات جديدة الامارات الصيحة الجزر المحتلة والكذا الآن هذا الموضوع انتهى من بياناتها وانتهى من بيانات في جزر التعاون الخليجي اكو مرحلة قادمة استفافات اقتصادية لذلك الامارات تخشى على مصالحها من العملاق العراقي مثلما كانوا يخشون على يعني على تجاربهم من العملاق العراقي إذا نقض العراق الديمقراطي والعراق البلد التنوير في المنطقة والعراق إذا ابناء الغيارة بتلقوا إرادتهم واستطاعوا أن يتحرروا من القيود الخارجية كان راح يأثر على المنطقة وبالتالي الآن الامارات تتحرك بالضد لأنه ميناء جبل علي هذا الميناء الذي أي واحد يسوي بحث عنه هذا الميناء حجم التبادل التجاري بين ميناء جبل علي وبين العالم تريليون ومئتين واثمانين ألف أكثر من ثمانت آلاف شركة شحن مسجلة في ميناء جبل علي أرقام خيالية عن حجم التبادل التجاري وحجم الصفقات اللي بيتم يومية هذا الميناء يدخل للإمارات الداعش بالمية من دخلها القومي الإمارات الطبية 400 مليار 44 مليار خلال هذا الميناء والميناء في توسع وفي تطور واللي راح إلى دبي ويقف على ساحل دبي يجد عشرات البواخر العملاقة تنتظر أن يأتي دورها وتدخل إلى الميناء وبالتالي ميناء الفاو بمكانته الستراتيجية وبحجم الاقتصاد العراقي من نفط وغاز والحجم السكاني للعراق يعني ترى ميناء جبل علي ما بي موقع ستراتيجي حبيبي هو يأتي من المحيط الهندي إلى بحر عمان إلى البحر العربي إلى الخليج العربي ويدخل إلى منطقة غير ستراتيجية ميتة عبارة عن تجارة ترانزيل إيه أبو فراس مصالح دول وتريد يتأمن مصالح الاقتصادية احشي لي على من هو الذي الآن يتناغم إياها إذا قرارك السياسي بالعراق اللي أنتو عبرتو عنه كثيرا من خلال كثيرا من المقاطع قلتو يتناغم الآن مهمة تمرير الفاو صارت مستحيلة وفق الآن التوافق لتمرير هذه الرئاسات الثلاثة وإعادتها لا 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 قطعا لا الناس انتفت بالعراق والآن العشائر العراقية والشارع العراقي والأكاديمين أخذوا المبادرة وبالتالي لن تمرر أي مشروع بضد ابن الراد العراقي يعني لو العراقيين كانوا بهذه الصحوة ما كان يستطيع الفرطوسي أن يأخذ يعني يأخذ الميناء من الشركة الصينية وهذا العرض المغري الذي لم يقدم إلى أي بلد بالعالم عرض مغري بناء ميناء بالآجل الصين ما قدمت هذا العرض لأي بلد بالآخر قدمتها للعراق وخمسة رليون إضافي وقاعدة بحرية وسكك والدكتور وائل يعني أعتقد أكثر مني يعلم بهذه التفاصيل جميل فبالتالي أنا أعتقد العراق أن تفض والناس وعت لا يمكن أن تقبل بوابة الشاب الجديد مستحيل لأنها يتحولنا إلى بوابة شرقية لا يمكن تقبل أن ترق الغازة ونفطها من البصرة إلى العقبة لا يمكن أن تهتي شركة توطال في يوم واحد فقط يوم واحد الرئيس ماكرون يزور العراق بدون رأي خبراء بدون مناقصة يسوي عقد بـ 28 مليار ويأخذ الغاز ما نقبل أن نطلح صفقة حزبية للسيد حميدة الغزي مع السعودية يعني باستيراد الكهرباء بالسعودية بس بدل الأعمدة يحتاجها سنتين وبدل ما تحرير الإرادة والمجيء بشركة سيميز وإصلاح أنا أعتقد الإرادة تحررت والناس الآن تطالب بحقوقها البشروع لا يمكن أن يصدر الجنوب خمسة مليون بربين وأربعين بالمئة من شعبة تحتاج مستوى الفقر لا يمكن أنا أختلف إياك أيضا بالمقدمة دكتور قصري تقول خليها من أرجع لك يختلف إياي من أرجع لك سيادة القاضي رئة الجنوب رئة الجنوب البحرية يراد لها أن لا تتنفس أكيد وكأن هناك عداوة بين القوة السياسية وبين الجنوب يا إله لا تشوف مثلا أكو حزب في البصرة أكو كيان في البصرة وكل النواب تابعين للأحزاب يو كربلة يو نجيف يو بغداد وبالتالي ما يمثلون البصرة من ناحية الفعلية التمثيل حقيقي يمثلون الحزب ما لهم في البصرة نحن ما عدنا شغلوا إلى الحزب نحن نريد نواب يمثلون البصرة وبالتالي هذا مشروع ميناء الفاول كبير العملاق اللي دول العالم كلها انتبهت له إلا الحكومة العراقية ما منتبهت له فأكفر الشيء رح أراويك اليوم أوراق ربما لم تعرض بالفضائيات يمثلون هاي الشركة الصينية ما مقدمة هذا كتاب صادر عن سفارة الصينية جمهورية الصينية الشعبية لدى جمهورية العراق معنونة إلى وزارة الخارجية عاجل جدا تقولهم الرجاء ابلغوا رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة النقل بأن شركة سي أم إي سي شركة حكومية ومعها شركة سي سي آي أج سي أو راغبة بالتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير جميل الرجل قالوا قالوا هاي الشركة ما وهمية شوف هاي الشركة الوهمية بناء ميناء الياء بن النفطي خذوها شباب ايه هذا أول واحد طيب اثنين اثنين نفسه اللي قدمت العرب نعم ايه بناء مصنع بناء السفن هي شي بي مقاطعة جنداو طيب الورقة الثالثة بناء مطار شنغهاي تصميم وبناء وتجهيز الحفارة أم قصر لصالح الشركة العامة لموانئ العراق قدرة الحفر 8000 متر مكعب بالساعة بعمق حفر 36 متر والمخصصة لحفر قناة ميناء الفاو الكبير هاي نفس الشركة الصينية نفس الشركة هذه الصينية هاي اللي مجهولة هي حتى نبين أنه هاي الشركة وهذا خطاب ترى وزير النقل وخطاب شوف الحفارة الثانية شوف الحفارة الثانية اللي يمصمونها اللي اسمها الكوفة اللي صالح أيضا الشركة العامة لموانئ العراق قدرت الحفر 6000 متر مكعب بالساعة بعمق حفر 36 متر المخصصة لحفر قناة ميناء الفاو الكبير شو وش قد متهيئين ذولة هذولش قد متهيئين إلى بناء الميناء الفاو وش قد من صالحهم أن يصير عندنا ميناء عملاق وش قد من صالحهم أن يصير وهذا تصميم وبناء وتجهيز الحفارة المعقل لصالح الشركة العامة لموانئة قدرة الحفر 6000 متر مكعب الساعة بعمق حفر 36 والمخصصة لحفر قناة ميناء الفاو الكبير هاي كلها إلى الشركة العامة لموانئ العراق التي تدعي أنه هذه الشركة وهكذا من الموانئ والتفاصيل بها هاي وثلاثة بعد عندنا رجع لي ليش رئة الجنوب ما يردون الفاو نطيني مشروع استراتيجي كمله بالجنوب مشروع واحد هاي طيلت من ألفين وثلاثة إلينا طيلة مشروع حتى يقول صديق هذا الموضوع داخلي له خارجي دكتور ها؟ داخلي له خارجي أنا دكتور قصي يعني أضوج من أسمع كلمة خارجي حقيقة يعني يعني مو من مصلحة لا الكويت ولا الخليج ولا غيره أنت يسير عندك منها؟ لو أن لو أن العراقيين حريصين على بلدهم وما عندهم جزء لقبول العمالة مع الكويت مع السعودية مع إيران مع دبي مع مصر مع الأردن مع غيره تقدر الكويت تتأثر على مسار الفعل العراقي؟ لكن هنا المصيبة هنا المصيبة في البلد التتريج لك قادة وطنيين قادة شجعان قادة أصحاب قرار ما ولدوا من 2003 إلى الآن ما ولدوا لم تلد إرادة وطنية قوية جامعة مانعة شجاعة قوية تقف بوجه أي دولة تأثر على العراق وعلى مشاريع العراق خلي روح بناء الفاول كبيري واللي ما نريده ليش مأخرين قطار بغداد الحولي؟ هذا هم شنو هذا هم بيه شركة صينية وشركة كورية وصل لعشر سنين تشقد دراستكم جيد تطول خلي روحهم هذا المشروع الطريق الحولي الذي يبدأ من الإمام الكاظم سلام الله عليه ويوصل تقريبا إلى العزيزية والكوت وبعد ذلك يمر على النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة إلى الحلة ويربط على الإمام الكاظم هذا هم يبزز شوية يعني هم يأثر عليكم أنتم معتكم رغبة أنه يسويون مشاريع للتنمية المستدامة سويت لكم مشروع واحد مال بسماية وهو عبارة عن مناقصة وليس استثمار مناقصة وليس استثمار والدولة أنفقت به دعش مليار دولار جميل راح أرجع لك دكتور أبو فراس ليش الآن حطوا رجعت بعض الأجندات وبعض المظللين الرأي العام يتحدثون عن أنه ماكوا اتفاق مع الصين كل ما حدث مع الصين هو عبارة عن مذكر التفاهم والحزام والطريق ليس على لائحة الصينيين ولا العراقيين ليش عاد هذا السيناريو الآن شون الغاية من وراء يعني في البداية أول مرة خلين نشيد بهاي حركة الوعي العراقية القادمة هذا البلدوزر رأي الأكاديمي ورأي الشيوخ العشائر ورأي رجال الدين ورأي الشباب المنتفظ شباب تشريد وبالتالي أصبح العراقي محصن جدا أنت لما تتحدث عن مجموعة أفراد يعني نفترض أنه الشعب العراقي بكل شراحة في وادي وأكيد اللجان الاقتصادية وأحزاب الفساد وأحزاب المحاصصة ومن يتبعهم في وادي آخر وبالتالي نتحدث عن مجموعة أفراد أولا عن البارحة كنت يعني في حوار حقيقة طبعت المبادرة طبعتها طباعة ليس مثل كريم طلحها إلكترونية مثل الدكتور واي لحنا ناس قدمار فطلعتها أنه المبادرة من المزارة الخارجية الصينية تتحدث المبادرة عن طريق الحرير القديم وأي واحد الآن يعرف يعني حتى ألف باء السياسة أنه العراق قل بطريق الحرير القديم وثانيا المبادرة عبارة عن ست محاور المحاور الأخير معناته يتحدث بالنص عن الخليج العربي وبنسبه الخليج العربي والمنطقة الخليج وغرب آسيا والبحر الأبيض من توسط وبالتالي العراق قلب المنطقة العراق قلب الحرير هذا أولا ثانيا الصين عندما أطلقت المبادرة 2013 أول دولة بالمنطقة وقعت معها مذكرة تفاهم وحيدر العباد يقول كان ينتظروننا وأكدوا أن العراق بلد محاوري ومهم في المبادرة جتها في 2015 يعني نهبت إلى الباكستان أول دول وجاءت إلى العراق يعني قادر الفاول قبل السعودية 2018 وقبل الكويت 2017 وقبل قطر وقبل إيران وقبل كل دول المنطقة جاءت إلى العراق ووقعت مبادرة ستراتيجية سحنا شينو الظروف التي تعرضوا لدكتور حيدر العبادي ليش فراحة النجال الفنية وكملت المبادرة ليش ما نعرف بس أكو حقيقة مقابلات وتصريحات لدكتور عادل عبد المهيد للتلفزيون الصيني وإلى آخر يتشير إلى بعدين يطلعون يعني يعني أنا مارد أريد كلامهم يسمي لك ما أتحدى واحد يجيبني خريطة تمر على العراق يا أخي هم يتحدثون عن جغرافيا وأنا من خلالك دكتور قصي أتحدى واحد يجيبني خريطة من الصين إلى السعودية أتحدى واحد يجيبني خريطة من الصين إلى عمان من الصين إلى الإمارات طب وتطلبي خريطة تمر عبر العراق أنا مطالبك أيضا مع العلم أنه السعودية والإمارات وعمان وقطر التحقت هم يتحدثون عن غرب آسيا جغرافيا المبادرة البلدان التي تحدث في المبادرة هم الخليج ومنطقة غرب آسيا من هي غرب آسيا؟ غرب آسيا العراق وسوريا ولبنان ودول الخليج أبو فراس بهاي النقطة الغاية من عزل العراق شنو الغاية؟ والآن أكو أصوات جاي تتناغم مع الموضوع وأجندة جاي تشتغل تتناغم مع قضية عزل العراق وميناء الفاو يقل لك عذرا بهاي العبارة نقع وشرب ميا ما يخدم الجنوب والعراقيين يحتاج ربط وطرق وإلى آخرين أخو دكتور قصة يعني العراقيين أصبحوا على وعي كامل هناك أجندات تشتغل للخارج ناس عملاء لإيران وناس عملاء للإمارات وناس عملاء لأمريكا وناس تدافع عن مصالح هذه البلدان وتترك مصلحة العراق يعني هذا صار فتشي بديه بالعراق يعني ما يحتاج لدقاش ولا يحتاج لخلاف النقطة الثانية اشتراك العراق بالمبادرة يعني تجفيف منابع الفساد يعني إحنا نرجع قبل 2000 سنة لأنه هو أساس الحريق كان قائم على المقايضة قبل 2000 سنة كانت قائمة على المعالات يعني الحضارة الصينية مع الحضارة وادي الرافدين مع الحضارة البنقية مع حضارة اليمن اللي كانت قائمة وحضارة السبب كانوا يتبادلون البضائع فإحنا الآن نريد نبدل النفط بالإعمار ماكو بعد حلقات زائدة منو يتأمر على عزلك بفراس؟ هؤلاء حبيبي حبيبي أولا هناك حقيقة إرادة حكومية لإذلال الجنوب هذه واضحة لأنه كردستان تبنى الآن وتعمر وهناك مشاريع لكردستان والصينيين يشتغلون في كردستان نفس الشركة الصينية التي رفضوا بناء الفاول خلالها الآن تعمل أكبر معمل للإسمنت بالشرق الأوسط معمل إسمنت الحرير مليونين طين سنوية الآن أكو طب على القنصلية الصينية في أربيل ادخل على القنصلية الصينية الآن الآن الهبي سيتي الهبي سيتي بخمسة مليار دولار مشروع واحد فقط لا غير يبنون الصينيين في كردستان الآن تجي على الرمادي صدوق أمار الملاطق المحررة صدوق كبير تدعم دول الخليج وأمريكا والاتحاد الأوروبي هو عبارة عن ديون سيادية على العراق يذهب إلى الرمادي في خطة نجالة من نعرف إحنا إيش يردون بالرمادي ليش الرمادي موديالة ليش الرمادي مو صلاح الدين الرمادي تحديداً إذن إحنا نحتاج إلى صندوق أعمار الجنوب إلى مبادرة لأعمار الجنوب إلى مبادرة لأنه ما ممكن أنت جميع دخلين دكتور يريد يداخله إياك الدكتور يقول اليوم أنا جايكم بالوثيقة سيد القاضي يقول رداً على الجميع اللي يقولون ما كم مذكرة يقول أنا جاي بالمذكرة إلى كل الذين يدعون ما كم مذكرة أنه ما توجد لا مذكرة ولا رغبة ولا طالب الصين ولا شيء ولا ولا مضطر أن أقرأ جزء من مذكرة التفاهم تفضل يقول مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التشارك في الدفع ببناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحالي والعشرين ألفاظ واضحة طيب خلنجيها يقول أن حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الصين الشعبية يشارع إليهما فيما بعد بالجانبين بناء على رغبة الجانبين في التشارك في دفع التعاون بشأن بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين يشارع إليهما فيما بعد الحزام والطريق ونظرا لمساعي وبعدين يقول وأخذا بعين الاعتبار اعتزام الجانبين للتشارك في دفع التعاون التنموي المتعلق بالحزام والطريق واتباع مفهوم الانفتاح والتشاور والتشارك والتنافع والترحيب بمشاركة الدول المعنية النشطة في هذا التعاون لتنفيذ هذه المبادرة بشكل مشترك شو ضمنت هاي المذكرة التفاهم دكتور ما انترت بالعراقية دكتور ما ليش ما يقولون عليها خرافة ليش ما طلعتها هاي حريمات والله بلقاك بلقاك وي العراقية ليش ما ذكرتها يقولون خرافة كان والعراقية يقولون هذا المشروع خرافة احنا جاوبناهم الجماعة بس هسا بعد اضطرين نطلع السوال في كلها مضطرين يعني راح ننشرها كلها نصورها ونطلعها احسنت احسنت دكتور هاي الاتفاق موقع بزمن عبدالله هاي لا وقحها حيدر العبادي طيب وقحها عام 2015 طيب يصلحونا الكهرباء يصلحونا الطاقة يصلحونا البيئة يصلحونا الطرق والجسور يصلحونا المدارس يصلحونا كل شيء في هذا البلد يقول بونا فوق جواد جدي بالنسبة لهم العراق كلها عبارة عن عمارة في داخل الصين الشعبية طب شنو مساحته وكان مخصص الى مبلغ بين 400 الى 500 مليار دولار واللي اشتغل صيني شركات صينية ها لكنه لما نوقحها الدكتور حيدر العبادي عام 2015 يجوا عام 2018 يرجون يحولون هاي مذكرة التفاهم الى اتفاقية حتى يبدؤون بالعمل صارت اتفاقية بزمن عادل لم تحصل اتفاقية في زمن حيدر العبادي وقالهم انا ما اقدر اوقع هاي على احولها من مذكرة الى اتفاقية السبب شنو شنو المنع حيدر العبادي الله انا هذا مسولف بيها هواية اي ضطنيها مسولف بيها طيناها اليوم بعل الهواء مباشرة مسولف بيها هواية شنو اللي منع السيد العبادي وانا قعد السيلة اقل منه الاخذ على ايدك يعني اي شو شركة سيمينس رفضتها مذكرة التفاهم رفضتها والله الذي لا اله الا هو لو ان الدكتور حيدر العبادي قد مضى في مذكرة هذه حولها الى اتفاقية مع الصين وجاب سيمينس الى الكهرباء لليوم العراقيين كلهم يشينون على رسم ويهدفون به وعن على الابو صفحة امريكا يا ابو اي دولة عارض عمليات مناء البلد البيتو اجا شرقين او غربي ما ادري شو ما ادرينا احنا ما متورجين على عملهم بمن مرتبطين ويا من يتصلون ويا من يتخابرون ياه المؤثر عليهم ما ندري احنا اللي نعرف اي بس اكوا جندا اللي عطلت احنا نعرف انه الشعب هو المؤثر انت عندك شعب انت قائد ما للشعب العراقي انت قائد للشعب الايراني لو الكويتي لو اليمني لو الباكستاني لو الاردني لو المصري وانما انت قائد للشعب العراقي شغلك ويا الشعب العراقي اربط نفتك ويا الشعب العراقي شعدك ويا هل الدول هاي شعليك بيها ما اخذين رأيكم قايني لكم تعالوا بويا احنا راح نشكل وزارة شنو رأيكم نخلي فلان وزير وفلان وزير بينك بين الله اكوفت يوم طلبوا ورأيهم استمعوا لكم في يوم من الايام عادتهم ليش تقبلون التدخل بشؤونكم ليش تقبلون غير عدكم ضعف ضعف وخوف ورعب منيا ما تدري ما تعرف زين هاي المذكرة حتى اروح لابو فرس هاي المذكرة صارت اتفاق بعدين بزمان عادل عبد المهدي ذيتها صارت من جانب اخر النفط مقابل للاعمار ننطيكم بمئة الف برميل يوميا وفتحوا حساب في مصرف انا نسيت اسمها السيء الاسيوي والمحافرات تعلن المشاريع اللي ترغب بتنفيذها وتجي الشركات الصينية تنفذ لكن هاي المئة الف برميل يوميا يمكن الصين تخلي بقدر اربع اضعافها مبلغ بحيث انه العمل ما يتوقف مننا الى ان تنجز شيء في العراق نموذجي كان احنا هسا لا ازمة كهرباء ولا ازمة ماء ماليح ولا ازمة بيئة ولا ازمة مدارس قاعد يمتحنون بره بهذا الشتاء جماعة بالناصرية ولا مصعيب زين مصعيب الفراس الحكومة تصريف الاعمال وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم كثيرة انابيب الربط الكهرباء قضية تغذية الاردن ومصر ولبنان بالنفط هذا الموضوع صاحت بالحكومة والقوة السياسية هناك مذكرات اتفاق لماذا الصوت الذي يتحدث عن مد الانابيب الاردن واعطاهم والاخداق بالنفط العراقي ماكو واحد يحكي عن اكو اتفاقه صيني من ذول نفس الاطراق هو يعني اشار الدكتور اللي عنه غياب الارادة الوطنية فعلا الارادة الوطنية مرتهنة يعني لاجدات خارجية فعلا التدخل واضح هذا التدخل في تشكيل الحكومة مش عان الجمهوري يقول هذا الحلف اللي جاب الحلبوسي وجاب الخنجر وجاب وحده ويالكرد وكذا يعني حلف اماراتي هو يقول الرجل اماراتي تركي بدعم من السعودية والآن قاعاني موجود ببغداد كل مهمة قاعاني الآن الأجندة الإيرانية يدون جماعة الإطار ورتبونهم وضع بالحكومة الجديدة لأنه حصتنا حصتنا حصة إيران لازم ناخذها مثل ما الامارات خذت حصتها فالارادة الوطنية هذا اللي يجبوه يعني هذا ما يشتغل للعراق هذا يشتغل حتى يرضي الجماعة جابوه يعني الامارات وتركيا لما تجيب واحد بعدين نحن بعيد عن نظرية المؤامر أخي العراق بلد مهم هو عملاق غياب العراق يعني سعود الأغزام غياب العراق يعني سعود الزغار يعني هنت لو سولي في لبهاتنا لبهاتنا تقولهم قطر هيتش راح تسوي بالمنطقة والامارات هيتش راح تسعد يصير عملاق والامارات عندها علاقات دولية وعلاقات خارجية والعراق يتراجع يقولون لك هذا كلام مع المجانين ما يصير مو عقلائي الآن هذا اللي يحصل بالعراق هذا اللي يحصل بالعراق بشكل واضع وصريع فبالتالي غياب الإرادة الوطنية بعدين نحن نتحدد فعلا حتى نفرق الآن القيادات الكردية من تحقب شعبها وشعبها راضي عنها وقواعدها الشعبية راضي عنها هذا الانجاز اللي يصار هسا هم يبوقون هم حرامية مثل دول القليج الحلبوسي الحلبوسي جاي ينجز ويسوي اعمار وطهمة اكبر مطار واكبر كذا ويجاي ماشي في مشروع فراضين عنا طرح لهم عمل احنا مشكلتنا في المناطق المسطة والجنوبية القوة السياسية بعيدة تماما عن هذه المناطق القوة السياسية تخضع لابتزاز خارجي وابتزاز داخلي القوة ما عندها قدرة ما عندها مشروع اقتصادي ما عندها رؤية لعشرين ثلاثين عراقية وزير المالية العراقي يصرح ويقول تصريحة كلش متأخر النفط راح ما يصبح سلعة استراتيجية راح اتغيرت انماط الطاقة وراح ينزل هاي السعودية والامارات تتبهت لها من سنوات طويلة وتشتغل عليها حتى تسوي مصادر اخرى للدخل احنا مقتد الصدر يعرف لغة الارقام يحتي مثل محمد بن راشد ومحمد بن سلمان المالك يعرف لغة الارقام عمار الحكيم يعرف يحتي لجملتين بالاقتصاد اخي المرحلة محتاجة رجال اقتصاد محتاجة ناس تفهم شنو الاقتصاد العالمي شنو النظام العالمي القادم شنو امكانيات خوية تطبيع اشو كتبه فراس لو جماعة مستحين مطبعين ومستحين خوية احنا التطبيع ترا صار مثل صدام حسيني صدام حسيني فانتشونه بهرفة اتنوم مرته وفانتشون بوزارة وهو يصيح تحرير فلسطين من البر الى البحر هو معامي قصرة احنا الان نفس الشي وكالات الانباء العالمية المحترمة رويتر تتحدث عن نفط من كردستان يوميا 240 الف برميل يذهب 75 بليبية من احتياجي اسرائيل يذهب بالنفط العراق الان الحرة والبي بي سي تتحدث بالخبراء ويقولون هذا الشام الجديد هو مشروع اقتصادي لمستقبل المنطقة يلتقي مع مشروع تل أبي في تبادل الطاقة والاستثمارات واضح الكلام واضح دول مطبعة جميل دخل اشارك الدكتور بهاي فبالتالي يعني عملية التطبيع مو شعار كلا كلا إسرائيل شنو كلا كلا إسرائيل ويتم وقع على نفط يطلع من البصرة للعاقب الإسرائيل وتجيب كهرباء الأردن أفقر دولة بالمطقة تطلع عراق كهرباء وتطلع عراق بازين اكو عاقل عاقلها أخي فرطه بكل قواتنا بخليش أركب هاي ساعات القاضي يوه عنده وثاق اليوم ساعات القاضي جايبنا الوثاق كل هنا جوي اليوم مسوي محكمة دكتور محكمة قبل المحكمة ليش الشام وحقك والله طلبت بس وكالات وكالات سووا لي وكالات حتى أطعن على الأقل باتفاقية تنظيم الملاحة في خوار عبدالله شنو ملاحة في خوار عبدالله وينك ملاحة ليش وما عدهم رصيف عدهم سفينة عدهم بحر عدهم كذا وكالات ما يرضوا يسوون لا الخارجية ولا رئاسة الوزراء أبد طيب دكتور ليش الشام الجديد حلال حكومة تصريف أعمال الآن جاي تحقل اتفاقيات وفق القانون كل مخالف القانون بصراحة حكومة تصريف الأمور اليومية لفظها حكومة تصريف الأمور اليومية يعني مسألة الكهرباء والماء والخدمات والنظافة ورواتب وكذا الأمور اليومية لكن يتسوون اتفاقيات تسوون مذكرات تفاهم تعملون كذا وتعملون اتفاقية ويا إيران على خط سكك حديد وربط كهرباء مع سعودية وربط كهرباء مع السعودية أحنا على وان نريد أي دولة تطينا كهرباء لأننا سملينا من الغاز الإيراني يعجبهم يطلنا ما يعجبهم قصوا علينا وخلونا معطل الشعب كلها بهالبرد هذا والواد مكتولة وشايفت المخيمات يش صايروا بحالها من الثلج ومن البلد يعني لا مروة ولا أنصاف ولا وجدان لا عد الحكومة ولا عد هذه الدول المحيطة بينا بصراحة غير ولهذا احنا كشعب نشكو مظلوميتنا بصراحة ما عدنا بعد غير الله سبحانه وتعالى نشكو مظلوميتنا إلى أنه هذا الشعب يعني قاعد يعاني بشكل كبير جدا اليوم البترول مئة دولار مئة وصل تقريبا مئة دولار الشعب انتفض دكتور قصي الشعب انتفض طلع الآن ما يرجع بعد نعم اليوم شبت الأهل المثنى خوش يمسوين على قضية الاتفاق عملنا عملنا جملة من المؤتمرات والندوات وحضروها تقريبا من ثمين تسع محافظات وكل هالناس تريد اكمال ميناء الفاو الكبير وتريد الحرير والطريق لاني يقول لك انا من اربط من شنقهاي الى ميناء جوادر الى ميناء الفاو الكبير انا راح اربط مع خمسة وستين دولة في العالم ليش لانه من ميناء الفاو الى المعقل او الشعبة اكو خطسكك ممتد الى برلين وهذا الطريق يمر بخمسة وستين دولة تريد الصين وارادت من عام الفين وخمسطعش هي بدت الفين وثلتعش الفين وخمسطعش رقضت على العراق سوت مذكرة تفاهم لا راحت الايران ولا راحت للكويت ولا راحت للامارات ليش اوه هذا السؤال ليش لا يوجد لا يوجد موقع يوفر للصين موقع استراتيجي للربط بدول الشرق ووصولا الى برلين غير العراق هسا الكويت يقولولهم نعم انتم سويتوا ميناء مبارك لكن شلون راح تربطون ويا العراق قالوا نربط بخط السكك صحنة كلا للربط السككي مع الكويت وكلا للربط السككي مع ايران الا بعد اكمال ميناء الفاو الكبير بحيث انه البضاع تصدر من الموانئ مو تجينا من الكويت مو تجينا من ايران احنا بلد موانئ قديم عريق يعني موانئنا احرق من اي مدينة من هاي المدن ليش يراد اجهاض هذا التاريخ وموت الموانئ فارئتك متنفسك البحرية هذا الطريق راح يوصلك بخمسة وستين دولة في العالم ففكرت اصلا اللي الصين انه تنشئ مجموعة معامل مصانع في داخل مدينة الفاو وتنقل عبر القطارات الى هاي الخمسة وستين دولة في العالم وتجي هاي حركة تنموية هائلة صح يعني ماكو بعد فقر ماكو بعد بطالة ماكو بعد ظنك العيش ماكو مجادية كاظيلك الشوارع كلها يرقضون وراك في السيارات عيب والله عيب والله بخازي اطفال وشياب ونسوان وبنات مثل الورود ايه رقضا وراك السيارات عمي والله يخليك شنو هاي شنو هاي انتم ما عدكم قدرة ان نسوي لكم قانون لمنع التسول ما عدكم قانون لمنع الفقر شنو انتم من بلد شنو من قيادة الى متى منو يتحمل مسؤولية بدرجة الاساس كل الحكومات المتعاقبة من 2003 الى الان كلها تتحمل مسؤولية باحزابها برؤساء باحزابها برؤساء احزابها برؤساء وزاراتها بقيادات بمجراءها كلها تتحمل بسؤولية ما تشوفهم ما ستتراجعوا ليش تراجعوا ثق انه المرحلة القادمة هي ليست بمرحلتهم هذه اخر ورقة في عملهم السياسي في هذا وخاصة اذا ما مر الفاو نعم ميناء الفاو مشتعل رأي عام اشتعال رهيب والله مشتعل اشتعال رهيب انا امس رحت الى الفاتحة مع الاخ الاخ عبد الكريم عبطان ايه اول ما استقبلوني اهلا ابو ميناء الفاو الكبير قلتوا ما انا مو ابو انا ابنه ابو شبير ميناء الفاو الكبير فصور يعني بالفاتحة الحديث عن ميناء الفاو الكبير بصراحة يعني وين ما اروح عمي لا تسكيت عمي خلي صوتك عالي عمي كذا قلتهم عمي والله انا ما مقصر لكنه احنا نريد نشكل الرأي العام القوي الفاعل المؤثر اللي فعلا يقدر ينجز فرد شيء راح نائب من النواب الجدد في اسمه مصطفى سند ايه الفائز راح سوى كشف على ميناء الفاو الكبير ايه كشف الخمس مناقصات المحالة بعهدة الشركة الكورية دايو هاي اللي صارت الازمة بيها واللي صدرها هي راح تعمر لك الفاو قالوا هاي لا هي شركة ولا مقدمة ولا عدها كذا ولا يعني خلوها كل شيء ما كوه هي من اقوى الشركات رقمها اثنين بالعالم اثنين رقمها صينية نعم قال عمي هذا المشروع المحال بكذا مليون دولار الانجاز به صفر الثاني صفر الثالث صفر الرابع صفر الخامس صفر يما صارونا سنة يا عباد الله صارونا سنة تعرف حضرتك يش ممكن التفكير بالتأريخ ميناء الفاو الكبير اي الف وتسعمية وخلسة وثمانين اقول شيء بس من ينحسب علي خارج الميناء لكن لكن الفين وثلاثة اتقدم المشروع كامل مخططاتها الكروة البريطانية وشركة حنى الشيخ القابضة وقالوا نسوي لكم ميناء واستثمار وما ناخذ منعتكم شيء الآن ومية وثمانين رصيف وليس تسعين رصيف وقالوا خمس أرصف والخمس أرصفها ماكو ام سوي لي كاسر مات كاسر مات اشي يسوي بيه ترسي على بواخر لو البواخر ترسي على الأرصفة اكو قضية مهمة جدا 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 احنا حدودنا مضايقتنا ايران ومضايقتنا الكويت ببواسطة سنون طالعة من عدها لأنه بالحدود بالتخطيط البحري وين ما يوصل الخط السن هذا تعتبر منطلق الحدود زين احنا اقل ساحل بحري بكل هاي الدول الموجودة بين 42 وممكن يتحول الى 62 كيلومتر فانت اذا تدفع باتجاه البحر راح تعزز مياهك الاقليمية صح والمياه الاقليمية والموانئ هي سياسية هي اقتصادية هي امنية هي اجتماعية تحتوي كل شيء ليش انتم متغاضين عنها ليش هاملينها ليش الساحل الوحيد اللي ما بي اي استثمار من دون كل دول العالم جب ابو فرأس راح اسأل سؤال لا يحسبوا علي خارج المهنية بس هو سؤال مفتراضي كثير يتحدث به وكثير من الناس من اللي اللي اللقوا أنا بشارع قالوا انا ما لقيت سياسي كردي او سياسي سني كان اليد الطولة في تحويل العقد من الصيني الى الكوري وانما الاحزاب وزيرك خوية شيعي والنواب اللي طلعوا وقفوا بباب الوزارة شيعة واللي مدير الموانئ الشيعي تابع اللي جهة سياسية فاخوية ليش عطله اذا هذا مستقبلهم وابنائهم وجنوبهم ليش ليش هم مع تعطيله ومع عطائي الى كوريا للانجاز صفر مثل ما قال الدكتور اخوية هذا يعني هذولا ممثلين الشروقية ممثلين الجنوب فذولا قطية يعني هم حتى هم فاسجين يكسرون الخاطر يا ربي ياخذ له كوميشين دكتور قصي ياخذ كوميشين عشر مليون وخمستعش مليون يصور هو هو ما يدر الميناء اذا صار وانجز وصارت شركات بحرية وشركات ملاحة ولوجستيك ومخازن وشركات عملاقة للمدر الصناعية هو رأي يستفعك مثل مسعود برزان يبوك بس يبوك يبوك بس يبوك ويعمر ويطور هذا اللي يصور هو ما يدر الميناء يدخل له مليارات او ممكن هو هاي الى 15 مليون اللي يبوكها ممكن هاي تتحول الى 150 مليون حتى زرقتهم بطريقة غبية لذلك هم الشيعة للأسف الشديد خلال موانئة معروفة هيمنة أهزاب وهيمنة ميليشيات وهيمنة على الأرصفة وعلى البضاء لذلك حتى قتلوا موانئنا الآن تشتغل بندر عباس اطلع على كردستان الآن التالي العراق عنده بضاعة يروح على بندر عباس يروح على كردستان يطببون الى بقانون قمارق اقل من العراق وتدخل او يجيبها من تركيا فليش لانه اكو ابتزاز واخو فساد واخو سوء إدارة وكوهيمنة للأعزاب خو سيد مقتد هاي المناشدات كل الدنيا يقولون سرايا السلام هي اللي جابت الفرطوسي سرايا السلام هي اللي فرضت الشركة الكورية الفرطوسي بعدين الفرطوسي بني يتحدث بلسانة دكتور قصي بلسانة يقول انا رفضت العرض الصيني ويقول نجنة الخبراء بالموانئ نجنة الخبراء في وزارة النقل كان عندها رأي لا يقول انا يقول حدث العاقل بما لا يليخ ارضوا علي فارضوا علي خمسة مليار اضافية خمسة مشارية سعر اقل قلت هذولا معقولة فرفضتهم لانه يعني انا تفسيري حقيقي انه هو الرجال لا يقدر يحكيها يقول هاي شركات حكومية عملاقة محترمة ما تطرشاوي ما تطرشاوي هاي شركة قطاع خاص الكورية لا الحكومة كافلتها ولا لا علاقة بالحكومة الكورية وبالتالي تطرشاوي تطرشاوي وتطرشاوي وتطرشاوي وإلى آخره وانت لجدة الخبراء الاربعين شخص اللي اجتمعوا بالبصرة قبل اسبوع واللي طرحوا بيانهم بشكل واضح سحب العقد من الشركة الكورية لانها متلكة والعراق اذا ما كمل الميناء كل سنة يخسر مليارين فحسبوها ناس خبراء بالورقة والقلب وقالوا بقاء الشركة الكورية عن خسارة للعراق وقدموا بالظن التوصيات رفع الأحزاب ايدها ابو فراس ابو فراس الحالية تجاوزت مرة اخرى الفاو وراحت بعقود فاسدة مرة اخرى هل هاي اخر اخر ورقة ممكن نشأ تغيير لهذا النظام لان الثورة قد تكون ثورة شيعية مقبلة حبيبي استاذي عزيزي انت ودكتور واعل على الطلاع الان عشائر الجنوب بيأجمحها عشائر الحزن عشائر بن حتي عشائر المشخاب عشائر الحلة عشائر الناصرية كل عشائر الناصرية ها وصلت البيت الرمير عشائر ضخمة نزلت الان امتهت اكون لجنة تنسيقية ستعرر خلال ثلاثة ايام وستكون هناك هيئة هيئة تنسيقية للجنوب هاي مو تروح تفاور هاي مو تروح تضطي استشارة هاي تضطي مطالب تفرض فرض الجنوب يقطع النفط ما ممكن نعيش بذل ما ممكن نعاني صدر نفطنا الى الاردن و الى مصر وتعقى الصفقات على النفط العراقي ما ممكن الفاو تروح من دينا ما ممكن انورث الاجياء هذا الذل انورث ابنائنا واجياءنا الذل النفط راح ينتهي بعد اربع خمس سنوات يصير تلعة غير ستراتيجية وين يعيشون وردنا وين يروحون اش خلقوا الجنوب الاحزاب العراقية ومنه باقنا غير هاي الاحزاب ومنه باقنا غير التيار الصدري وحزب الدعوة والمجلس الاعلاء منه باقنا غير المبادرة نزلت الى الشارع والناس تريد الالتحاق بالمبادرة الصينية الناس تريد توقيع اتفاقية مع الصين اسوة بأسياتهم في ايراق جميل اسوة بجماعتهم في الامارات اسوة احنا بعد ما نقبل اقل من هذا لذلك المبادرة نزلت جامعة اسمعني جامعة الحلة وجامعة كربلاء وجامعة الكوفة وجامعة الكود وكل جامعات العراق والاكاديم بالاضافة لشيوخ العراق بالاضافة الى رجال الدين والمبادرة تصل للمرجعية الان هناك وفد تنسيقي سيذهب الى سيد مقتدى الصدر يطرح عليه بيان يقول له احنا مطالب سيد مقتدى مثل 800 الف صوت اخي اخي الجنوب 20 مليون صوت ما حدي مثله ولا حزب الدعوة مثله ولا المجلس الأحلى مثله الناس قاطعت لازم يعرفون 65% من شعب الجنوب قاطع الانتخاب جميل جميل وانا اقول شغلة اقول شغلة قبل لا اروح للدكتور اقول شغلة قبل لا اروح للدكتور لا بس خلا وجه متوجهت الى العشائر وغيرها انا اقول ان شاء الله المحطات الفضائية والاعلامي كافي نايمين ما جاي اشوف فعالية وحدة او حلقة تتحدث عن طريق الحرير او الفاو ما اعرف السبب سبب شنو لا يتحدثون لان رح نحطكم رح نحطكم بخانة بخانة دكتور قصي اي لا 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 يتحدثون يقولون العراق غير مهم والعراق غير ستراتيجي وهذا مستثمر هذا هذا احتلال ويعني يتحدثون يلا هاي القناة موجودة ابو فراس هاي القناة موجودة وانا موجود ان شاء الله وكل اسبوع عوعدكم بحلقة عن الفاو وطريق الحرير خلوا رح سياسة دكتور الاصرار على تمرير زيباري الان بعد قرار المحكمة الاتحادية الان سيد مسعود برزاني يصر على تمرير زيباري اذا امر زيباري شون يعني اذا امر زيباري رح يصير كسر عظم بين الديمقراطي وبين حزب الاتحاد الوطني بصراحة لأن هم اصلا على النائب الثاني في مجلس النواب هم ما صوته لو طلعوا فركة وقعها فكيف اذا على منصب رئيس الجمهورية اعتقد هي السليمانية من زمان عتها حساسية مع اربيل صح وطالبوا بالاقليم وطالبوا بفرز الموازنة ادارتين بادارتين وانا اعتقد الموقف رح يتطور اذا ما اصر السيد مسعود البرزاني على هوشيار زيباري والانقسام الكردي سيكون اقصى من الانقسام الشيعي الان نعم ولعل القرار المحكمة الاتحادية اليوم اللي صدر اليوم شكل لبس كبير عند الناس ولكن هو واقع ترى السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح قالهم ارجو تفسير الفقرة اولا من المادة سبعين التفسير واضح جدا صراحة المحكمة تقول يجب ان يتوافر اغلبية الثلاثين في مجلس النواب لانعقاد الجلسة ويجب ان يتوفر ايضا اغلبية الثلاثين لتمرير رئيس الجمهورية انتخاب رئيس الجمهورية انتخاب رئيس الجمهورية لكن الفقرة ثانيا ما اطرقوا الها لانه رئيس الجمهورية حصر حصر السؤال باولا بالفقرة اولا من المادة سبعين لكن الفقرة الثانية شنو تقول تقول اذا ما فاز احدهم باغلبية الثلاثين في الجولة الاولى من الانتخابات ممكن انه بالجولة الثانية يصبح رئيس الجمهورية من يحصل على اكثر الاصوات اكثر الاصوات بغض النظر عن عدد الاصوات المتحدة عقدت المسألة بسهلتها لا ففسرتها فقط فسرتها يعني الزمت الانعقاد باغلبية الثلاثين والتصويت باغلبية الثلاثين في الفقرة اولا وتذي البرلمان ما يقعدون بـ 220 نادر يعني كلها ما شاء الله دائرة وجوهها وما شي يعني كثير من الجماعة ليس على الواتساب اسمك بالحصاد لا على الواتساب ومنجلك مكسور فهذا 220 في مجلس النواب ينعقدون و 220 ينتخبون رئيس الجمهورية امر شبه المحال هذا واحد لكن الفقرة الثانية اللي ما طلب بها رئيس الجمهورية ايضاح او تبسير اللي هو اذا فشلت الانتخابات فيه اولا لا احنا يجب ان نذهب الى ثانيا وهي مادة دستورية اعلى الاصوات حتى المحكمة التحدية لا تستطيع ان يعني تحيد عنها اعلى الاصوات للمتنافسين ياهو ياخذ اعلى الاصوات هو الذي يصبح رئيسا للجمهورية ولكن اعتقد راح تحصل مشاكل كثيرة في هذا البلد في المرحلة القادمة نتيجة وجود قوة معارضة غير راغبة وبالتالي انا اعتقد حتى الحكومة التي سوف تشكل عمرها ربما سوف يكون عاما او اقل من عام جميل اقتم بها واعتذر عن الوقت سعادة القاضي والعبداللطيف شكرا جزيلا جنابك والشكر مصور ايضا لابو فراس الحمداني واعذرني عن ضيق الوقت صوت الوطني هذا والله هو كريم بدر هو كريم بدر واليكس وحسين العسكري وخاص ابو فراس وكريم بدر هم الذين اوصلوا الحرير والفاو الى كل العراقين سحنا اليوم اعرضناها بالوثائق بعد السياوة اي الوادن بعدها تحتي بعد الوادن ونحن معكم اعلاميا شكرا جزيلا ابو فراس شكرا المصور للسيد القاضي مخرج لمسطيني هاي الوثيق تياندار دعلق عليها لان كثير صار حديث من اني اثرت لا الوثيقة الاولى شباب اللي تتحدث عن الفين واثنيا اللي هو العقد اللي كان يخص جمعية الفنون والتراث وبعدين صارت كلية التراث هاي الكلية اللي اسست الف وتسعمائة واثمانية وثمانين بمستثمريها لا شباب العقد الثاني هذا العقد الاول اكور وثيقة مكتوبة بخط اليد مكتوبة الفين واثنين هذا العقد الثاني اللي تم تمريره من سيد العميد طبعا هذا العقد مصيبته مصيبة اللي صار علي الفساد شباب مو هاي الوثيقة وحياتكم الوثيقة الثانية بس خليني اتحدث عن الوثيقة الاولى اللي صار بيها العقد هذا العقد بدون اوليات العميد وقع مع الجهة الاخرى اللي هي السيد العقيلي خارج الضابط وخارج الدستور وخارج المعايير ومعرف السيد رئيس الوزراء هو كان بهذه الكلية طالبه والمساهمين هاي هاي الورقة بالمساهمين والأسماء كيف عميد كلية يعطي جامعة بها رصيد ستة مليار بخمسين مليون عقد لشركة ما عندها عمال مماثلة على مستوى الكليات وهاي الوثاق والأرقام وكل المساهمين والأخوة المستثمرين لهذه الكلية اللي تم طردهم من كلية التراثمها من عام 1928 موجودين بيها لأن والرجل المشكلة الآن يهددهم أي شخص يتحدث عن هذا الملف أي شخص يطرح بالإعلام يتهدد بالقتل وها نحن نقدم هذا الملف أمام رئيس الوزراء وأمام السيدة برغيف وأمام النزاهة والجهات المختصة أكثر من عشر ألف طالب مليارات هي إيراد هذه الكلية وسيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظم خرج هذه الكلية فإذا كان العقد فاسد والعقد بأوراق مزورة والعميد خارج الصلاحيات يعطي لمستثمر بشركة غير مسجلة هذا العقد فعليكم أن يترجعون أموال البلد للبلد أسأ بعيدا عن المستثمرين بس هاي إيراد بلد كافي تذهبون بالبلد إلى عقود اطلعون نسب لفلان وعلان وبالتالي تخطيه والتلويح بتابع الفصائل تابع الجهات هاي ما أصور من سمات التعليم العالي خلوا القانون ياخذ مجرى وأتمنى من القوات الأمنية حماية الناس وحماية العراقيين من السيئين والفاسدين وإن شاء الله يسمعنا رئيس الوزراء ويدخل على هاي الكلية ويشوف عقوده والفزاد السلام عليكم اشتركوا في القناة